عزيزي طبعا أول من بلوره التفتوا بلوره وأسس ونظر لأصول الإمامة الشيعية بشكل تقريبا مكتمل هو الشيخ المفيد عزيزي وإلا قبل المفيد مو أنه هذه الأصول ما كانت موجودة هاي الأركان ما كانت موجودة لا لا موجودة ولكنه موجودة بشكل متناثر لا توجد لها أدلة كلامية عقلية وإنما استناد إلى بعض النصوص توجد اختلافات بين علماء الإمامية إلى أن وصلنا إلى عصر من؟ إلى عصر الشيخ المفيد في عصر الشيخ المفيد تبلورة النظرية بشكل واضح وجلي إلى يومنا هذا أعزائي طبعا مع بعض الإضافات الولوية والأخبارية التي حصرت في عصر المجلس وما بعد المجلس تعالوا معنا أعزائي إلى الشيخ المفيد الشيخ المفيد أعزائي في أوائل المقالات في الصفحة طبعا يكون في علمكم الشيخ المفيد أعزائي يعيش يعيش القرن أعزائي الرابع كاملة تقريبا وأوائل القرن الخامس يعني ولادته 336 إلى 413 فعموم حياة العلمية أين أعزائي؟ القرن الرابع الهجري لا قبل ذلك هذه النكتة لا بد أن تلتفت لأنه عندنا أبحاث بعد ذلك ستأتي أنه في القرون الثلاثة الأولى يعني الأول والثاني والثالث قبل الوصول إلى القرن الرابع إذن ما الذي كانت هي أصول الفكر الشيعي في مسألة الإمام في أوائل المقالات الشيخ المفيد هذه عبارته يقول فأما السمة للمذهب لماذا نسمي الشيعة بالإمامية؟ هذا يكشف لك أنه إذن من زمان الشيخ المفيد بدأنا ماذا؟ بدأنا أن المدرسة تأخذ عنوان شنو؟ ها؟ عنوان الإمامة لعنوان التوحيد مولانا؟ عنوان الإمامة بدأت هي التي تميز المدرسة مع أنه عندما تراجعون كلمات الإمام أمير المؤمنين باقي لأمة تجدون أنه كل معارفهم تصب على مسألة التوحيد لا على معرفة الله لا على معرفة الإمام ولكنه قال فأمل سمة للمذهب بالإمامة ووصف الفريق من الشيعة بالإمامية لذلكم تعلمون الشيعة هم فرقة واحدة مولانا الشيعة زيدية، الشيعة إسماعيلية، الشيعة فطحية، الشيعة واقفية، الشيعة كيسانية ها كلهم هؤلاء ماذا؟ ها؟ شيعة ولكنه الذي يميز مدرسة أهل بيتهم ماذا؟ شيعة إمامية بعد مولانا إثنى عشرية وإلا مو شيعة مو شيعة إمامية هذه أقولها تفتحوا لقوس حتى إذا وجدتم في كلمات الشيخ ابن عربي أو في كلمات الآخرين يلعنون الشيعة أو يسبون الشيعة المباشرة لتحملها على أنه ماذا؟ ها؟ شيعة إمامية إثنى عشر لا عزيزي فرقة الشيعة مو واحد واثنين فرقة الشيعة كانت معروفة في كل كتب الفرقة راجعوا أنتم من أنه بغتي وغير أنه بغتي يقول بأنه فرقة الشيعة واحد اثنين ثلاثة أربع إلى آخرين على أي لحوة يقول ووصف الفريق من الشيعة بالإمامية فهو علم هذا العنوان علم على مندانة التفتوا جيدا التفتوا هذه التنظير بدأ التنظير الكلامي والعقل لهذه المسائل من دان بوجوب الإمامة ووجودها في كل زمان وهذا حصار أن الإمامة كما أن النبوة واجبة على الله الإمامة أيضا ماذا؟ واجبة على الله هذا واحد اثنين وأنها موجودة في كل زمان يعني استمرار الإمامة هاي اثنين بعد التفتوا جيدا التفتوا لهذه النقطة وأوجب النص الجلي عليها إذن النص عليها ما هو؟ جلي لخفي التفتوا جيدا هسا بعد ذلك إن شاء الله سيتضح لكم أن تلميذه السيد المرتضى يقبل أن الإمامة نص جلي أو ماذا؟ أو لا يقبل هذا بحث إن شاء الله تعالى يأتي لا تستعجلون لأن هاي الأبحاث متسلسلة وأوجب النص الجلي والعصمة والكمال لكل إمام بعد مولانا ثم حصر الإمامة في ولد الحسين بن علي التفتوا جيدا مو في ولد من؟ مو في ولد الإمام الحسن بل في ولد الإمام الحسين إلى أن يأتي في صفحة تسعة وتلاثين وأربعين يقول وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول التفتوا جيدا نستطيع أن نقول وهذه الدعاوى الإجماع والضرورة وكلها جاءت في كلمات من؟ في كلمات الشيخ المفيد هذه الدعاوى غير موجودة في كلمات من سبق الشيخ المفيد التفت ماذا يقول؟ يقول واتفقت الإمامية هسا بعد كله ما هو؟ هسا ويوجد اختلافات شديدة في زمانه بعده وقبله مولانا ولكن هو ماذا؟ هو يريد يؤسس لمدرسة يريد يؤسس لهذه المدرسة لهذه الفرقة لهذه الجماعة يقول واتفقت الإمامية على أن رسول الله استخلف علي أمير المؤمنين في حياته ونص عليه بالإمامة بعد وفاته ضيفوها إلى صفحة 138 نص يا نص أعزائي بالنص الجلي احفظوهن هذن ونص عليه بالإمامة بعد وفاته وأن من دفع ذلك فقد دفع فرضا من الدين بعد واضح مباشرة صارت الإمامة بناء على هذا فرض من فروض الدين ومن ينكر فرضا من فروض الدين شي يصير شي يصير ها؟ يصير مؤمن أعلاء مولانا هو يصير كافر ضال مخلز مننا هشوفوا كيف بدأت المسألة هاي المسألة الأولى المسألة الثانية واتفقت الإمامية على أن النبي نصه احفظوه يا نص أعزائي الجلي هذا احفظوه دائما على إمامة الحسن والحسين وأن أمير المؤمنين نص عليهما كما نص الرسول هذا هماتي أنا ماذا؟ هذا يبين استمرار الإمامة هذا الأمر الثاني الأمر الثالث أعزائي واتفقت الإمامية على أن الإمامة في بني هاشمة خاصة ثم في علي والحسن والحسين ومن بعد في ولد الحسين دون ولد الحسن إلى آخر العالم طبعا بعد ذلك معتزي هذا إلى آخر مهم أربعة واتفقت الإمامية إذن كلها الدعي عليها شنو؟ ها؟ إجماع واتفاق خلاص واتفقت الإمامية على أن إمام الدين لا يكون إلا معصوما من الخلاف لله عالما بجميع علوم الدين كاملا في الفاضل إلى أن يستحق وأجمعت المعتزلة هاي أربعة خمسة واتفقت أهل الإمامة على أنه لا بد في كل زمان من إمام موجود يحتج الله به على عباده ويكون بوجوده تمام المصلحة هذا متفصيل ماذا؟ إذن عندما تفتحن أنت هي أصولها ثلاثة أربعة متتجاوز الأربعة خمسة ولكنه تفتح أصير سبعة ثمانية مو مهمة عزيزي لتفتولي جيدا إذن أولاً أولاً معصوم ثانياً شنو؟ الثاني عشر مولانا من ولد الحسن من ولد الحسين إلى آخره رابعاً أن الثاني عشر منهم ماذا؟ حي هذه الأصول بشكل واضح وجلي أول ما جاءت وين جاءت أعزائي؟ في كلمات أرجع وأقول هل سبكرة راح يقطعون؟ قل لا راح نثبت لكم موجودة قبل المفيد عزيزي موجودة قبل المفيد ولكن موجودة بشكل ماذا؟ متناثر مو كنظرية وتأسيس إلى أن وصلنا أعزائي إلى الشهيد الثاني وأنتم تعلمون عظمة ماذا؟ هذا قد يقول قال سيدنا هذا كلام متكلمين إحنا نريد كلام شنو؟ فقهاء نريد كلام شنو؟ كلام فقهاء مولانا وهذا أيضاً بيودي أن الأعزاء يقرأوا هذا الكتاب جيداً كيف تحولت تشيع مولانا في القرن العاشر والحادي عشر من مدرسة كلامية عقلية توحيدية إلى مدرسة فقهية وإلى يومنا هذا تجدون أساساً التفدوا جيداً أساساً العالم في الحوزات العلمية يعني منها أعزائي؟ المفسر لو الفقه مولانا؟ أحسنته ولهذا تحول كل المنظومة القرآنية علموا علماء فقهاء كلها انحصرت وين أعزائي؟ في كتاب الطهارة والنجاز هذه كلها حصلت أين؟ في القرن العاشر والحادي عشر عزيزي بيودي أن الأعزاء يرجعون أصلاً كل المفاهيم ولهذا أنتوا الآن أقرأوا في الرسائل العملية ما أريد أن أجيبها ماتي أنا أسماء يقول بيني وبين الله لو نذر أو أنه يجب إعطاء الأموال للعلماء فهل يصدق على المفسرين أو لا يصدق؟ يقول لا لا يصدق على المفسرين لأن القدر المتيقن من هم؟ الفقهاء يعني كتاب الطهارة والنجازة أما مفسر قرآن يشمله العنوان أو لا يشمله اللي يقرأ مباحث التوحيد والنبوة يعني كلامه فلسفة وكذا يشمله العنوان أو لا يشمله هذا التحول اللي العنوان التفتوا إليه التشيع والتحول هذا التحول اللي الآن آثاره إلى يومنا هذا حاكم اشتركوا في القناة